أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرى حب دوفي في هذه الفقرة بسر أحمد سابت زكا دكتور الحمد لله كله تمام أستاذ كريم سعيد زكا أستاذ دكت بسلام كله كويس حبدأ معاك ودايماً نحن آخر حاجة قرعة دولي الأبطال طبعاً لنهاردة كنت القرعة وكمان الخبر الأجدد منه اللي هو اللي هي استحادك قيله الخبر مهم جداً يعني لكل جمالي النادي الأهلي والنادي الأهلي أن كده الصفقات الجديدة حيتم قدها خلاص طالماً الاتحاد الأفريقي أعلن أن الفرق اللي هي هتلعب طبعاً فيه فرق هتلعب في دور التمهيد الأول وفيه فرق هتلعب من دور التمهيد الثاني أن دي الأهلي طبعاً عشان زعيم الكارة ودايماً بنقول لكابتن إسلام أن التصنيف بالنقاط مش بالبطولات يعني عشان كده النهاردة الست فرق اللي هم مش هيلعبوا في دور التمهيد الأول من؟ الأهلي الوداد التراجي الرجاء سانداونس وبعد كده الفريق السادس مازينبي ليه محطوش الزمالك لأن قالوا أن الزمالك في آخر مازينبي يعني الزمالك خرج من دور المجموعات ومازينبي وصل نص النهاية في الكونفيدرالية وبالتالي محطوش الزمالك وبالتالي هنا حسبوا أن التصنيف بالنقاط مش بالبطولات يعني قصة التسعة أكبر من السبعة والقصة دي أعتقد أن ده برضو أعم ده كلام أه أنت لسه بتتكلف في الموضوع دي يا أم أحمد ده كلام بعض الناس بتقولوا لبعض الأفكار الواضحة يعني ناس بتكلم بعض بس يعني إسلام بيقول لأحمد مثلا فالخبر الأهم النهاردة أن الحمد لله كده مشاركة الصفقات الجديدة للنادي الأهلي من بداية اللقاء من أول طبعا مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والفايز من البطل بروندي أعتقد أن الاتحاد المنستيري فريق قوي جدا فريق يعني مش هقول قوي جدا بس فريق لازم نحترمه كان هيخد الدور التونسي كان هو اللي بيونافس إحنا معنا حتى الترتيب بتاع الاتحاد المنستيري يمكن الترجي التونسي هو الأول برصيد أربعة هم الأول الدوري هناك كان مجموعتين السنة اللي فاتت بعد كده في الست الأندية اللي هم وصلوا المرحلة النهائية هو أخذ المركز التاني بفارق النقطتين على الترجي التونسي الترجي كان الأول برصيد 24 نقطة والاتحاد المنستيري كان التاني برصيد 22 نقطة أعتقد أنه هو فريق قوي يعني فريق لازم نحترمه كان مسكهم فوز البنزيرتي اللي هو المدرب الشهير طبعا وبعد كده سابهم ومسكهم دلوقتي داركونوفيتش اللي هو المدرب السربي اللي كان ماسك وفاق سطيف وهو ده الترتيب قدامنا للتحاد المنستيري في المركز التاني دلوقتي؟ آه فتعتبر أنا شايف أن القرع بالنسبة لنا كان بينافس كان بينافس آه هو بينافس على الدوري التونسي يعتبر دي أوب بس هو طبعا فرق الخبرات كبير لصالح النادي الأهلي هم أول مرة في تاريخهم يوصلوا دور أبطال أفريقيا ولكن علينا احترامه أن القرع السنة تعتبر شايفها قرع صعبة بالنسبة لنا مش هنقابل فريق سهل لا احنا هنقابل فريق وعمل صفقات محترمة جدا يعني حتى لو استعرضنا كمان الصفقات لو كريم بس عايز ليعلع على القرع ومن ثم بعد كنا استعرض الصفقات لو طبعا أكيد القرع فوجة نظر القرع صعبة كمان فكرة التحاد المنستيري السنة اللي فاتت مش بس نوع طلق تاني وراء التراجي لكسب التراجي كسب التراجي في المرحلة التانية وعمل معنا مباراة مهمة جدا وكمان مع النقطة رخمة جدا في التحاد المنستيري ملعبه في المنستيري صعب ملعبه سخيف ملعبه رخم عامل كده للمناس تفتكر ملعب استدعى جرود في السويس وحيطة تعالي ملعب السفاقسي برضو من الملعب في المنستيري معنا صور حصرية للملعب ملعب صعب جدا ملعب صعب جدا جماهير التحاد المنستيري جماهير كتير يعني التحاد المنستيري عنده جماهير مميزة بتقدر تملع الملعب وحنا نعرفين طبعا الأجواء الجماهيرية في تونس دلوقتي وخلاص بقت زي زماني يعني بتروح تلعب وسط 40 ألف 50 ألف يعني الكرة في تونس والمغرب شوفنا برضو حافظة ملعب السفادة الدنيا رجعت عادي نحن ساعات نلعب 5000 ساعات ألف طبعا نالي الأهلي وأعطى فوقت نظري التحاد المنستيري هيعبر الجيش الرواندي بسهولة ده ملعب فيها ده ملعب التحاد المنستيري وأنا بشاهد دايما الأرضية عندهم مشكلة ونكمل حاجتين أرضية بس صلحوها كريم نعم صلحوها أدام بص لا 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 دي بص اللي عمل ايه هنا دي قبل الإصلاح اللعبة دي أو يعني أنا آسف السورة اللي قدامنا دي ايه هو آخذ الملعب مدخله لجوه الملعب كان ثلاثة متر لبرة ايو رسمة العلامة الزيطة رسمة العلامة ملعب داي هنا بداية الملعب بداية الملعب واحدة من النقط اللي بتخلي يتحاد المنستيري في تونس انه عنده أفضلية في ملعبه على الفرق اللي بتجيله انه هو بيلعب على ملعب داي وبيقدر انه يتحكم في ريتم مباراة والملعب بصلاح ملعب صعب كمان الملعب خيبه يا جابت اسلام المدرجات من قريبا للملعب لأرض الملعب ولعب الدكورة طبعا عارفة ان حتة دي ان بيبقى الجمهور يعني بيبقى مؤسس بشكل ان شاء الله طبعا احنا زي ما احمد قال احنا الخبر لسه متقال من شوية على فضل القيد الافريقي ان هو خلاص هيشاركه في الدور الاثنين وثلاثين مباشرة حيب عندهم مساحة ان هم يقيدوا كل الصفقات اكيد ممكن على فوجة نظر يعني نادي الزمالك والنادي فيوتشر يبقى عندهم مشكلة لان القيد هيتقفل يوم 16 ويقيد ماتشي القياب يوم 15 لا هيتقفل يوم 15 وماتشي القياب يوم 16 فده ممكن تعمل قزمة في التأكيد طبعا كلنا كمصريين بنتمنى التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولة واحنا تأكيد بقرارنا ان احنا بنكمل ما توقف من الموسم بالعيبة للشباب ان شاء الله بإذن الله يبقى مستعدين كويس لبداية انطلاقتنا بإذن الله في دوري ابتال أفريق هم أهم صفقات عملوا سبع صفقات هم غيروا المدرب كان مسكهم فوزل بنزيرتي بخبرته وقدر انه يوصل بهم للمرحلة النهائية في الدوري مسكهم دلوقتي داركونوفيتش طبعا كلنا عارفينه اللي هو انه كان مسك وفاق ستيف وقابلنا في نص النهائي دوري ابتال أفريقيا اللي راح مكانه هذه صور الصفقات الجديدة قدامنا طبعا المدرب داركونوفيتش هم عملوا سبع صفقات أشهرهم اللعب اللي هو لابس تشيرت مخطة طبيعة فزرق ده أنيس بن حتيرة لعيب صنع ألعاب يعني كان بلعب في هامبورجو وشالك لعيب كويس بس طبعا كبر في السن ولعب في التراجي حاليا دلوقتي 34 سنة وفيه أمين الغزي برضو ده جناح يمين يعني هم معهم جنسيات أنيس ده معه تونسي ألماني أمين ده برضو السويدي تونسي بعد كده فيه لسعد الهمامي ده حارس مرمى قدامنا الصفقات على الشاشة لسعد الهمامي 30 سنة ده حارس جاي من مستقبل التونسي وفيه الصادق برضو حارس مرمى تاني فيه صالح الحرابي ده قلبة فاع جاي من كرواتيا وكان بلعب في النجم السحلي فيه حلم الجويدي ده ظهير أيمن فيه علاء الدين الدرديدي ده لعب وسط مهاجم وصنع ألعاب هم طبعا فريق كان عندهم يمكن تلاتة قدام مميزين أول سنة اللي فاتت هيكل الشيخاوي وأدريس المحريسي ويوسف العبداللي يوسف العبداللي ده راح أهل جدة السعودي فحيفرق معهم كتير لعب مهاجم قوي جدا وكان فريق معهم هو يمكن من هدفين الدور التونسي رقم 4 أو 5 في القايمة فرحيله ورحيل كمان التجولي روجير اللي كان في وسط الملعب أعتقد حيفرق معهم بس هم بدأوا يدعموا زي ما احنا شايفين جابوا مدارب جديد جايبين صفقات الفريق زي ما انا شايفوا كده هو مش فريق قوي قوي مش فريق يخد النادي الأهلي ولكن لازم نحترمه القرعة دايماً في دور الـ 32 كانت بتوقعنا مع عندها ممكن تكون أسهل من كده لكن ده يعتبر فريق أنا من وجهة نظري فوق المتوسط ولازم نحترم ولازم نعمله ألف حساب ونذاكره بشكل كويس وان شاء الله حظنا كمان النهاردة حلو أن الصفقات الجديدة هتلعب فهتفرق معنا كتير ان شاء الله هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل لسه عندنا كلام كتير فيما يخص أيضاً الحدث الأهم خلال هذا الأسبوع وهو كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن بعد هذا الفاصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين أحمد وكريم نفس السؤال رأيكم في الحدث الأهم من نغة نظرنا طبعاً هذا الأسبوع كلمة الكابتن محمود الخطيب ووضع الجميع أمام مسئولياته بصراحة حاجة عظم أوي كلمات كابتن الخطيب حاجة منتهى الرقي ومنتهى الاحترام بصراحة يعني فخر كبير للنادي الأهلي أولاً أنا أتكلم في نقاط كده كويسة أو نقاط ممتازة أول حاجة لما قال أول نقطة قال لك لا أحد ينسى أن النادي الأهلي منذ نشقته قام على أسس وطنية ولم نسمح لأحد بالمزايدة على وطنيتنا وسيبقى النادي الأهلي داعم لكل مؤسسات الدولة وقياة الدولة السياسية فطبعاً دا يعني حاجة أول نقطة بصراحة مهمة جداً النقطة الثانية كمان بالنسبة بقى للفنيات كان فيه كلام كتير أصل حسام غالي هو السبب في رحيل موسيماني أصلاً مش عارف إيه لأ كابتن الخطيب تلعب نفسه وقال يا جماعة أنه هو سيد أو المهندس ياسيم منصور قعدوا مع بيتسه موسيماني وقالوا له وحاولوا يقنعون أنه هو يكمل وقال لهم أنه عنده مشاكل يعني وضح السبب توضيح السبب للجمهور دا منعاً لللغة الكتير الحاجة الثالثة كمان اللي عجبتني في البان أنه هو كابتن يتكلم بنفسه على الإعلام أن فيه بعض البرامج حتى في الفترة الأخيرة يا كابتن إسلام بصراحة في بعض البرامج موجهة بقت موجهة ضد المجلس الإدارة وضد النادي الأهلي وجمهور الأهلي بقى عارف الكلام دا حتى للأسف أن فيه بعض الإعلامين الأهلوية اللي هم بقوا موجهين ضد مجلس الإدارة وضد النادي للأسف النقطة اللي بعد كده قال أن طبعاً أن الأهلي مش للبيع دي نقطة مهمة جداً أن الأهلي ملك لجماهيره ولا يقبل أن يتم بيعه دا برضو رد على بعض الناس اللي تكلمت أنه ممكن شركة الكورة دا بيبيعوا دا لأ الكابتن الخطيب بيوضح الكلام دا الحاجة الثانية والأهم من دا كله أنه هو اعترف أن فيه بعض التقصير ما أخلاش المسئولية من نفسه أو أنه مش عليه مسئولية لا دا هو ألقى كمان اللوم أنه بيقول أن أنا أن أنا علي بعض التأثير وبيوعد الجماهير بصفقات أعتقد أنها تكون قوية وحظنا حلوه النهار دا كمان أنه نحن نقدر نأيادها ونبدأ بيها الموسم الجديد فدي حاجة كويسة جداً كمان لما قال طبعاً الأهلي ليست صليت اللسان وصوته عليه في الحق وده دايماً اللي متعودين عليه من نادي الأهلي ومجلس الإدارة اتكلم برضو وقال أن دور جمهوري الأهلي أن دايماً بيكون هناك تحالف ضد الأهلي وأن جمهور النادي الأهلي حيظل الدعم الأول وفي وقت الأزمات اللي هو قال أنه بيبقى قصير أو وقت صغير دايماً جمهوري الأهلي هو اللي بيبقى الدعم الأول في الحاجات دي كلها اتكلم برضو على التربص اتكلمت في النقطة دي وقال أن فيه دعم مهم جداً وحتة الإعلام فأعتقد أنه قال حاجات كتير جداً ويعني وأنه يكون رئيس النادي الأهلي يطلع ويوضح كده أعتقد أنه برضو لا من اللعيبة بس في نفس الوقت شالوا الضغوط من عليهم وحب أنه أنه ما يكونش النجد لهم بس وبرضو ما شالش اللوم من عليهم قال أنه هم برضو واحد من أهم الأسباب وأعتقد أنه برضو قال الأسباب اللي احنا كنا بنقولها الحلقة اللي فاتت أو الأسبوع اللي فات اللي احنا عادة كنت بتقول لنا اللي أربع أسباب لو قلنا أسباب أخطاء التحكيم يعني إخفاء جواب اتحاد الكورة اللي هو بتاع خطاب نهاية دورة أبطال أفريقيا كذلك التحكيم ولكن النهاردة ربما تكون بداية الإصلاح برحيل كابتن أصام عبد الفتاح يعني كامل الاحترام لشخصه ولكن احنا اختلفنا معاه في إدارته وتعيينه للحكام والأخطاء التحكيمية وشفنا كم من درجة أنه في المباراة الأخيرة بتاعت الأهلي والاتحاد أعتقد أن 900% من جمهور الأهلي في الهدف الأول لما الكورة جيت وعبد المنصف طلع إحنا كلنا قلنا ماش حتتحسن ماش حتتحسن خلاص ليه من كتر ما انت نفس الإحساس كل الألوية من كتر ما انت خلاص اللي شفته طول الموسم فخلاص مش هيحسبوها فأعتقد أن الكابتن تكلم في حاجات مهمة جدا وإن شاء الله إن شاء الله تكون بداية خير للسنة الجاية بإذن الله كريم وطبعا الكلمة أكيد يا كابت اسلام جات عشان تهدي أوضع وتوضح أمور كتيرة كانت أعتقد مش واضحة عند الجمهور ونقطع نتكلم بصراحة أن الجمهور الأهلي والأجلبية متضايقة الموسم ده لأن الموسم ده كانت الطموحات فيه كبيرة عن السنة اللي فادت خصوصا أننا كنا بنتكلم أن السنة فادت حصل فيها أخطاء وكان يمكن تفاديها الموسم كلنا متعودين على الكابتن حمود الخطيب والتون بتاعه والرتم بتاعها بنشوه بيتكلم المرة دي الأسلوب كان مختلف والتون كمان كان مختلف وأعتقد أن كابتن حمود الخطيب وضح نقاط عادية لأننا عايز أقف عند أهم نقطة في وجهة نظري الشخصية أنه هو أكد أن فيه مشاكل وفيه قصور حصل والقصور ده هو قاله في كلمة نحنا حطين إدن على المشاكل وإن شاء الله هنحل عايزة أربط نقطة مهمة جدا كان ناس كثيرة ربما بتنتخذ الكابتن حمود الخطيب فيها وهي الصورة اللي بعد مباراة الجونة السال اللي فاتت لما قاعد مع اللعيبة في الملعب والناس بدأوا يقولوا يعني كانش ينفع الصورة دي كنا محتاجين كابتن حمود الخطيب يعاقب اللعيبة عشان هما هضروا سبت لا لازم الناس تعرف حاجة مهمة جدا إن في الكورة وفي الرياضة بشكل عام المسؤول يجب أن يدعم اللاعبين معنويا نظرتك أنت كجمهور للعيبة حاجة أيوة ونظرة المسؤول لنفس اللعيبة حاجة تانية نظرة الإعلام للعيبة حاجة تالتة كل واحد لدور ماينفعش تعتقد إن أنت دورك ينفع المسؤول يعمله يعني مثلا اللعيبة هتيجي تقولك إيه لا أنت النهاردة المدير الرئيس النادي بتاعي أنت دعم ليه أنا اجتهد في الفترة اللي فاتت وجبت اتنين دوري أبطال وجبت اتنين برونزية تعلم واستحالة وإنت تبدي معي العقد كنت تحطهم عليها تارجت مستحيل من النهاردة كان ممكن يجيب لعيب ويقول خلي بالك أنت من الاهداف المحطوطة في عقدك أنك تكسب اتنين دوري الأبطال وتكسب وتوصل للثالث وتخسر بفعل فعل كمان لكن أنت كجمهور اعمل اللي أنت عايز تضرب الحت بتاعتك صح أنت حر انتقد وعمل اللي أنت عايز مفيش عدي مشكلة لكن ماينفعش الدور اللي أنت بتعمله تطالب المسؤول أنه يعمله لأ المسؤول له دور تاني زي في أي لعبة لازم دايما المدرب أو المدير أو الرئيس دايما لازم يدعم خصوصا تخلي دالة كمان دور الجمهور يا كريم في الوقت ده بيبقى دور مهم جدا النقد ده بيبقى مهم جدا جدا ونفتكر حتى أنا أفتكر موسم 2002 2003 بعد الخسارة من في الجولة الأخيرة في دوري في وجهة نظري كان الأسهل اللي قال كابت محمود الخطيب نفس أنا فاكر التامريا دي وحضرته كان محمود الخطيب كان فيه بعد المباراة دي كان يلعب الاتحاد في كاس مص في محلة كان محمود الخطيب سمح للجمهور يخش التتشيب يعني لما كان فيه مدرجات زمان وقال للعيبة كلها تنزل وتسمع النقد أي كان هو والجمهور عمل دور والنادي قدر بعد كده ياخد الكاس واعتقد الكابت نحمود الخطيب أصر في حت نحن حطينا ايدنا عن مشاكل وهنحله ليه لأنه هو أكيد من خبراته كأمين صندوق في المجلس قبل كده كنائب رئيس عد عليه الظروف دي أكيد هو شاف المواسم دي قبل كده وفي مواسم النادي اللي بقيين كواك إنها سبحان الله يعني عادة في تاريخ النادي القاد كل احنا عايزة ناك عايزة حالين وانا عايزة اهتم به في كلمة دي كابت محمد الخطيب الأمور الخاصة في رئيس الكور إن احنا عندنا مشاكل وعندنا بعض القصور في بعض الأمور الفنية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نقدر نعالجها خلال الفترة دي وبدأت بكل صراحة بالقرار كلنا متفقين إن هو القرار صحيح في ظل الظروف الحالية ريح القوام الأساسي بتاع اللعب متشاك كتير صح ونعب وبدأ بإدي فرصة للعيبة الشباب في الفترة الجاية وإن شاء الله بإذن نبدأ نشوف تغيير إن شاء الله بإذن واحد أحد بداية من انطلاق دوري أبطال أفريقيا ولما إن شاء الله نلعب بيه برضو في حاجة تخص كلمة الكابتن محمود الخطيب من وجهة نظر يعني كلام عن ما سيحدث أو ما يحدث الآن في فرع التجمع الخامس وفي مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس وفي مقر النادي الأهلي في الشيخ إنشائية كبيرة جدا 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 طبعا دي بتبقى معمولة للجمعية العمومية لأعضاء الجمعية العمومية في النادي ولكل الأعضاء الجمعية العمومية وليك كجمهور النادي الأهلي أنت تفتخر بناديك وتقول إن النادي ده يعني التجمع معمول على أعلى مستوى وبقية الشيخ زايد كل حاجة بتتطور كل سنة النادي الأهلي بيحطها الحقيقة علشان البنية التحتية والإنشاءات الجديدة تكون على أعلى مستوى بالتالي كان أصر أنه يتكلم مع أعضاء الجمعية عمومية بس أنا سامع دلوقتي سامع كده حد لو بحب يفرج علينا بس بيحب الكرة قوي فيقول لي طبعا ما عليش يا جماعة علي عنه وإحنا علاقتنا بالحتة دي دي حتة تخص أعضاء جماعة عمومية إحنا هنرد عليها عشان دي أسئلة النازم تسألها وإن تتكلموا في الحتة اللي تعجبكم ومتقولوش الكلام اللي نازم بتقول لا هنرد الحتة دي بسمحة كتير هيقول لك الحتة دي تخص الجماعة عمومية ولا تخص الجماعية لا خلي بالك في النقطة مهم أن الطفرة الإنشائية بكده في العقد والله أنا كان عندي 3 فروع دلوقتي عند 4 فأنا كنت مثلا باخد في الرعاية نص مليار لا أنا دلوقتي والله عايز مليار ونص ده بيسبب إيه مش بطولات بس بطولات آيتم في الموضوع أو عامل في الموضوع إنما لا في عوامل أكبر في الموضوع في عوامل أخرى إنك تعمل طفرة إنشائية عندك كان فرق غير كده برضو يا كريم معلش محلسة برضو طبعا إن أنت كمجرد مشجع أهلاوي نعم تفتخر بناديك أكيد طبعا إن أنت تقول إن أنا جماعة مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس ده حاجة جامدة جدا مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد ده حاجة جامدة جدا مقر النادي الأهلي في الجزيرة التاريخ بقى والعراقة والحاجات اللي عمرك ما حتشوفها في أي حتة تانية مقر بتاع مدينة نصر واللي بيحصل في مدينة نصر ومن تطور وكذا وكذا فده دورك يعني الكلام اللي أنت قلته ده كلام محترم جدا وأيضا كمشجع أهلاوي تكون بتفتخر بناديك زي ما احنا الحقيقة كلنا بنفتخر بالنادي الأهلي وبطولاته من 1907 وحتى الآن عمرنا عمرنا بالعكس ده هادي هادي هي الفترة التي يجب أن يقف الجميع خلف مجلس إدارة تم انتخابه من أعضاء الجمعية الهومية العادية اللي هما جوا النادي واللي برا النادي بالمناسبة كان فيه إجماع كبير على مجلس الإدارة الحالي وبالتالي خلينا كلنا نقف في ظهر مجلس إدارتنا خلال الفترة اللي جاية لأن الفترة اللي جاية فترة صعبة ومهمة جدا وخصوصا بعد ما كابتن محمود وضع كابتن محمود الخطيب طبعا وضع حجر الأساس لللي فات والتوضيح ولما هو قادم في المستقبل خلال الفترة القادمة إن شاء الله هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنتكلم بقى عن مباراة غدا إن شاء الله من خلال الشاشة وكريم سعيد وحمد سيد أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلينا نبدأ بقى بالتحليل الفني فضل طبعا مباراة بكرة أعتقد مجبارة صعبة النادي المصري برضو فريق قوي مع كابتن حسام حسن يمكن هو قريب من لعب الاتحاد السكندري في إنهم بيلعبوا في الخمسة وراء خمسة أربعة واحد يمكن كابتن حسام حسن بيعتمد دايما على وجود عمرو موسى كاليبرو وبيعتمد على الضربات السابتة سلاح مهم جدا للنادي المصري بيعتمد على إلياس الجلاسي وجريندو وقسطن أموتو أو عمر مرعي يمكن إحنا كسبنا بدأنا نكسب في الفترة الأخيرة بعض الشباب يعني مش عايزين نقول إن هم عاملين شكل كبير ولكن بعض اللعيبة الشباب اللي هي بدأت تظهر بشكل نوعا ما جيد نتمنى إن هم يوصلوا بالشكل ده يعني أنا أشوف إن احنا نخلي نتكلم بشكل عام عن الفريق تمام تعالى نتكلم يعني أول حاجة مثلا لو هناخد الخطأ واحد من ضمن الأخطاء اللي النادي لأهلي برضو في مباراة الاتحاد ده من ضمن السلبيات أقول الكريم لو عايز تتكلم فيها طبعا اللعبة دي تعملت علينا يعني كذا مرة ويكونا بنتكلم عليها أنا وأحمد خلال الحلقات الماضية ونحن ما بديجي نعمل مساء التسلل لحد ما بنتضرب بسهولة يعني ما بيتعامل أوكي ووقفين يعني بلأنا نزبط خط التسلل شوية لكن الحتة دي كانت تستمع مهمة قوي قوي إن احنا المساح اللي واما تتضرب بسهولة ويكمل لعبة بسمعاليش يا كريم هنا الوقفة مش يعني أنا شايف إنه لازم حد ياخد خطوتين وراء بالزبط عشان يقدر يرحق إذا الكورب أو يطلعوا يقفوا خط واحد يعني سليم ده خط واحد لا وكمان أحمد هياخد لعبة بعدها شبيه حاضر في شروط الأول شبيهة بالحطة إن احنا واضح جدا الكور دي بتتتعاملنا علينا كذا لكن في الوقت الحال إحنا محتاجين برضو برضو ندي بعض المساحة اللعبة برضو بقى في تطعيم من اللعبة الشباب وأكيد في مساحة في بعض الأخطاء ترتكب ولكن احنا مهم جدا 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 أن احنا نبقى ماشيين على سيستم اللعب اللي ريكاردو سوارش بينظم الفريق عليه واللي ان شاء الله بإذن الله هيبقى شكله أفضل وأفضل مع الصفاقات جدا عليش ممكن لو نرجع بس هنلاقي إحنا عندنا مشكلة دايما في الخمسة وراء احنا عندنا ميزة أن احنا في الخمسة مباريات الأخيرة طلعنا بخمسة كلين شيت دي أول مرة نطلع مع النادي لأهل السنة دي أن احنا نحافظ على نظافة شباكنا في الخمسة مباريات ما تقول بسبب طريقة ايه بسبب طريقة قول انت مكسوف بسبب اللعب في ثلاثة وراء اللي كريم بيعشقها لو قال عليها مش مهم يحبها هو أهل عليها هو قصده كده مش قصده ان هو بيحبها المهم ان التلاثة اللي وراء مفيش يعني دايما بيقفين على خط واحد لازم واحد فيهم يضغط لازم واحد فيهم يتقدم دايما عندنا مشكلة في اللعب في الخمسة وراء دي أحد السلبيات بس أنا شايف الكيمة اللي قالها كابتالإسلام هي اللي صح إذا كان لازم يقف اللعب ووقف التسالل هنا كان لو قفت بجنب شوية ها قد ردي نفس الساحة بس أنت عندك اتنينة كريم لا يعني مثلا في النص لو هو وقف بجنبه شوية هيقدر يحط نفسه بس هو يتوقف خط واحد يعني يتوقف هنا خط واحد مع اللاعبين كلهم يبقوا وقفين حاجة اسمها خط واحد ونطلع ونرجع مع بعض ودي عايزة لياقة البدنية غير لياقة البدنية حالة من الانسجام الكبير ما بين اللاعبين وبما أنهم لسه يمكن متكونين مع بعض قريب فممكن ما تلاقيهاش فلازم يبقى واحد واخد زي ما بيقول كده تقف بالجامب خط واحد حيث ان انت تعمل ما هو ده حصل اهو دي اوفصايد يعني الكرة لعبت مش اوفصايد وكان ممكن يبقى هدف ضد النادي الاهلي تعال نتكلم بقى طريقة اللعب بتاعت النادي الاهلي في المبارات الاخيرة طبعا واضحة انها خمسة اربعة واحد ممكن في الفترة الاخيرة احنا كلنا كنا بنشوف مثلا محمد محمود متعودين عليه انه ارتكاز او صنع العاب في المطش الاخير هو بيلعب جناح شمال وفاخري هو اللي دخل في العمكة كارتكاز تاني جنب ديانج يعني خمسة اربعة واحد محمد محمود نحية الشمال وزياد طارق نحية اليمين والاثنين اللي في النص فاخري وديانج شفنا فاخري بشكل كويس لما راح في الحتة دي شفنا زياد طارق برضو محمد محمود اعتقد ان محمد محمود لو دخل في العمكة هيبق افضل شوية في الحتة دي نكمل اللعبة ونشوف احد يعني ده الشكل العام بتاع النادي الاهلي اللي هو طريقة الحالة الدفعية الخمسة اربعة واحد زي ما احنا شايفين ونستخدم الضغط في وسط الملعب نفس الغلطة اللي حالك تكلمت عليها كابتن اسلام هاي اي هتتلاعب قاود كلهم وقفين برضو على خط واحد كمل اللعبة برضو هنا بيوضح لك ان محمد محمود هو الوينج ومحمد فخر ارتكاس تاني جنب اليو دي وين انت وقف صح انت قفلت كل ساحات التمريرة عليهم لكن طبعا هتحصل الغلطة بص هنا نفس الفكرة برضو تلعبت من وراهم برضو في عملية الضغط ان واحد بيضغط واحد لا وهنا واحد كشف بص ربيعة بص ربيعة غط التسلل مفروض ياما كلنا نطلع نفس الفكرة برضو نفس الغلطة الموجودة وراء تلعبت في ظهر المدافعي تمام معنا برضو واحد من نجوم المتش اللي فات كان علي لطفي علي لطفي صراحة وقت ما احنا بنحتاجه ووقت ما بيبقى موجود لازم نديله حقه ان ان شاء الله يستمر على الاداة لان واحد من المكاسب الموجودة في المبارات الاتحاد نهاردة تزديدة من 18 متر بيشلها في حالة غياب الشناوي دايما بتلاقي يعني نتمنى انه يستمر على الاداة داي برضو تزديدة تانية من ابراهيم حسن شالها بالايد بص برضو من مسافة 123 كيلو متر تزديدة سرعتها فعلي لطفي برضو واحد قدم من الناس اللي هي قدمت بشكل كويس زياد طارق برضو جاب هدف كويس جدا وعمل متش هايل بص عملية والبصة اعتقد ان زياد لو اخذ مع الوقت ان شاء الله يبقى لعيب كويس ويبقى مكسب للنادي الاهلي لانه لعيب عنده الشخصية النادي الاهلي في حتة الجرأة التزديد على المرمى انه شفنا بنسميها الارتو ان انت عملت ازاي سكان بصت على المرمى الاول قبل ما تشوت يعني لو رجعناها بص النظرة قبل ما يشوت قدر يحدد موقع محمد عبد المنصف فين بص هنا بص وقف هنا النظرة بتاعة زياد طارق هي اللي خليته يجيب الجندة ان انا شفت الحارس فين وحطيتها في البعيدة فهنا احنا بنكسب لعب كويس اعتقد ان شاء الله مع المباريات انت بتقيم الناشئين في الفترة دي لان في بعض الناشئين بعضهم هيطلع اعارة بعضهم هيكمل معاك في الفريق الاول وبعضهم انت ممكن مثلا انتباعهم او بعضهم ينزل الناشئين لجميع اللاعب انا دايما بص انا بحب اتكلم على حد معين بعينه لانه انت عندك المفروض 30 بيتم قدهم وحوالي 10 او 12 بيطلعوا من الشباب بيطلعوا من تحت الفوق وبالتالي انت عندك 40 لعب من وجهة نظرنا كاهلوية الاهلوية كله بيقولك كده بيقولك ان اي حد من ال40 بقى مش من ال30 هو في الاخر بيمثل النادي الاهلي ومن حقهم يبقوا موجودين واحنا عايزين نشوفه فحنشوف الفترة الجاية تستحق او كل اللاعبين اللي مش موجودين انا شوفنا محمود متولي مثلا محمود متولي بتدى يعود مرة اخرى عدد المباريات رامي ربيعة عدد المباريات اللي بيلعبها اكتر من السنة اللي فاتت كريم فؤاد عدد المباريات اللي بيلعبها اكتر وبالتالي كل ده حيبان بقى الجمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يعني خير جمهور في الدنيا يقدر يقيم كل الناس انت كمان بتلعب في المشاوط الاخيرة بال5-4-1 احنا غيرنا طريقة اللعبة كذا مرة 5-4-1 دي مدينا مدينا نوعا ما عمق دفاعي بشكل كويس كمل دي ده واحد برضو من الناس اللي حدق يعني محمد اشرف محمد اشرف برضو جاي بشكل كويس هنا التغطية العكسية ايو محمد كان في البداية كان خايف محمد اشرف في بداية المتش كان واضح انه خايف لكن اعتقد ان احنا مع تتابعوا المتشاط لازم تتطور بقى ولازم خلاص السكة وجرقة النادي الاهلي وتاخد شخصية النادي الاهلي بس الميزة في قطاع الناشئين انه قطاع الناشئين ولاد زي ما احنا شايفين العيبة كتير يعني بخلاف هنا الاسكان ده بتاع العيب كبير يعني ان انت تبص في الاسكان النظرة هدف جميل الصراح يعني الاسست اللي عمل وان انت بتبص للعيب هتحرك فين واحمد سيد غريب برضو احرص هدفين بتحرك له هنا ميزة قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان احنا شايفين ناشئين كتير طلعين في اماكن كتير شفنا زياد طارق شفنا احمد نبي كوك كان بتؤكد فكرة ان اللعيب اللي كل ما يفعل رجله بيديك افضل حتى لو انت عندك لعيب كبير وخبرة ومش قادر معظم اللاعبين كانوا محتاجين راحة معظم اللاعبين الاسترياحة ومحتاجين على الاقل اسبوعين لتلاتة راحة انا اتمنى ان هم يعودوا اسبوعين لتلاتة راحة انا اعرفش ازاي بس اتمنى لهم كده ان شاء الله عموما دي كانت اخر حاجة معنا انا بشكركم على وجودكم معنا الشكرا جزيلا انا دكتور Istanbul علي وجودك معنا شكرا كريمة جزيلا يا استاذ كريم على وجودك معنا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا ان شاء الله زينما حضرتكم عارفين غدا ان شاء الله مباراة النادي الاهلي ضد النادي المصري ستكون في تمام الساعة ساعة ساعتين ما قبل المباراة ان شاء الله كل كواليس ما يحدث في فندق الإقامة مع فريق عمل النادي الأهل إن شاء الله سيكون متواجد مع حضراتكم وغدا إن شاء الله الستوديو التحليلي مع كابتن أيمن شوئي إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير